اليومين ثلاثة اللي فاتوا الدنيا مليانة باخبار كاذبة مفبركة عن الفلسطين واللي بيحصل هناك كان من ابرز الاخبار دي الحقيقة هو خبر ان مقاتلي المقاومة او حماس دبحوا حوالي اربعين طفل وين فيه صور ومتحدث باسم جيش الاحتلال اتكلم وقال لك وبن يمين تانياه وطلع قال لحد ما وصل الموضوع للبيت لبيض وطلع الرئيس الامريكي جو بايدن وقال يا جماعة انا شفت صور لاربعين طفل مدبوح سين ان عملت تقارير كل الناس اتكلمت كل المدعين الكبار اتكلموا ازاي بيتباحوا الاطفال ازاي بيتباحوا الاربعين طفل هنا بيلترو في الاندبندنت بريطانيا عملت المنشط الرئيسي عن القصة وان وسائل اعلام غربية وان الاسرائيليين ورون صور ومش عارف ايه وبتاع بعدين فجأة بيتطرح ان كل ده كذب ان ده ما حصلش اصلا فين الصور يا جماعة في صحفي اسرائيلي اسمه اورنزيفي نزل المكان اللي هو كفر عزة ده اللي فيه الادعاءات ان هم مدبحوا اربعين طفل فنزل يشوف يصور فين يا جماعة الجسس فين يا جماعة الناس اللي ماتت فين الاهالي فين الاسر فين شهود العيان ملاش اي حاجة فبدأ يدور طيب مين اللي نشر الكلام ده مين اول واحد صاحب الخبر مين اللي تكلم على القصة قالك ده رائد في جيش الاحتلال اسرائيلي اسمه ديفيد بنزيون الراجل ده اصلا من جماعات متطرفة ومش عارف مستوطنين ومش عارف ايه بتاع هو اللي نشر القصة بتاعت الاربعين طفل اللي تم ده بحهم طيب متحدث جيش الاحتلال انت جبت الكلام ده منين والله من رائد في الجيش الاسرائيلي اسمه ديفيد بنزيون طيب يا متحدث جيش الاحتلال بين يميني تانية وجابت كلام ده منين مني وانت جبت الكلام ده منين من الرائد اللي في الجيش الاسرائيلي اسمه ديفيد بنزيون طيب يا عم ديفيد هتلينا صور لا انا مش معايا صور طب الرئيس الامريكي بايدن طلع اتكلم ما احنا مش معايا صور فهنا البيت لابيت طلع اطلع بيان قال يا جماعة الرئيس الامريكي ما شافش الصور اصلا وما جات لناش حاجة فالبيتلا بيتكذب الرئيس الامريكي جو بايدن بعدها بساعات بيل ترو مراسلة الاندبندنت اللي هي عملت اصلا القصة هنا ببريطانيا نقحذفت التويت بتاعت الاربعين ذبح الاربعين طفل واعتذرت عن الموضوع وقالت انه يا جماعة لأ انا لما شفتش الصور الحقيقة احنا تقلنا ان في صور بتقول كذا 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 انبارح بالليل سارة سندر وهي مضيعة من ابرز مزيعات شبكة سيني ان الاخبارية في امريكا طلعت على التويتر وقالت ان احنا ما شفناش الصور انا تصرعت كان لازم اختار كلامي كويس انا بعتذر ونشرت الفيديو اللي هي بتقول في الخبر واعتذرت على الهواء مباشرة سكاينيوز البريطانية نفس الكلام قالت ان احنا ما شفناش الصور يا جماعة وما جلناش اي حاجة ده مثال واحد للتمن والتسعة تيام اللي فاتوا بيقولك ان البروباجندا اللي شغال فيها الاحتلال بتوصلك لفين هم دلوقتي بيكتاحوا غزة بيقصفوا بيقتلوا الناس بيقصفوا مدنيين واطفال بحجة انه في مقاومين من فلسطين راحوا دبحوا اربعين طفل والخبر اصلا طلع فيك الخبر طلع كادم فلازم ان احنا ننتبه جدا لفكرة الاخبار الكاذبة اللي بتحاول تروجها قالت الدعاية الاسرائيلية في الفترة دي واللي وصلت ان رئيس امريكي بيطلع يكذب على الهواء اشتركوا في القناة